بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج نتكلم فيها عن أحاديث رسول الله والحديث الذي نتكلم عنه اليوم هو حديث رواه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جددوا إيمانكم فقال الصحابة الكرام وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله في هذا الحديث الشريف يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كلمة التوحيد وإلى فضلها وإلى ثمرتها وأنها تجدد الإيمان في قلب العبد فإذا أكثرت من قولك لا إله إلا الله فإن ذلك يزيد في إيمانك ويرفع في درجاتك عند الله ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل يعني هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي التي يثبتها هذا البيت ويبينها وأنه لا شيء في هذه الحياة حقيقة إلا الله منه المبدأ وإليه المعاد وهذا الحديث يبصرنا بفضيلة الزكر على عمومه والذكر من أقرب العبادات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى والذكر هو العبادة التي ربما كانت أكثر مناسبة لعصرنا فعصرنا عصر شغال يصعب فيه الصيام يصعب فيه كسرة الصلاة يصعب فيه ربما خدمة الناس لكن الذكر لا يأخذ وقت يمكنك أن تذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال وأنت سائر في طريقك وأنت جالس في عملك يمكنك أن تذكر الله على كل حال حتى أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده حين قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فهم يذكرون الله سبحانه وتعالى على كل حال وأثنى الله سبحانه وتعالى في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال قال المفسرون يعني في كل أوقات اليوم بالغدو يعني الصباح والآصال يعني آخر اليوم فكأن الله أراد أن يبين أن الصحابة الكرام الذين كانوا يعمرون بيوت الله يذكرون الله على الدوام والذكر من أفضل العبادات ولذلك جعل الشرع الشريف الذكر لكل وقت وجعله لكل عمل يقوم به الإنسان فهناك أذكار تقال عند الصباح وأذكار تقال عند المساء وهناك أذكار تقال عند الدخول إلى السوق وهناك أذكار تقال مطلقا كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وحديثنا الذي معنا يبين فضل قول لا إله إلا الله وأنها لها ثواب كبير عند الله وأن هذه الكلمة تجدد الإيمان في القلب على الحقيقة فمن أكثر منها ولهج بها لسانه فإنه يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى والعلماء يتكلمون كذلك عن ضابط الكثرة ما أقل الكثرة ويقولون إن أقل الكثرة هي ثلاثة آلاف مرة في اليوم فمن أراد أن يذكر الله كثيرا كما أرشدت الآية في قول الله سبحانه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فعليه أن يذكر الله ثلاثة آلاف مرة يوميا ومن الناس من يزيد على ذلك ومن زاد على ذلك فهو خير له والله سبحانه وتعالى يقول أيضا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر قال المفسرون أي أن الذكر أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الذهب والفضة يعني الدراهم والدنانير وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الزاكرين الله كثيرا وأن يرفعنا بمرتبة الزاكرين وأن يبلغنا مرتبة العباد الزاكرين عنده سبحانه اللهم ارزقنا ذكرك وحبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا